موسيقى أهلا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة الحلقة الأخيرة من مشوارنا هذا في برنامج شاهد وشواهد مع ضيفنا وضيفكم المحامي سليمان الجبوري في الحلقات السابقة كنا قد تناولنا وتناول ضيفنا الحديث عن المحكمة الخاصة ودفاع عن العديد من مسؤولي النظام السابق وبالذات كان الحديث عن الفريق أول الركن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع قبل عام 2003 الذي توفيه يوم 19.07.2020 كان هذا الحديث في مجملة عن الأحكام الجائرة التي تلقاها هذا الرجل العراقي المهني العسكري اللي استهدفت في هذه الأحكام استهدف الجيش العراقي المؤسس العراقية المؤسس العسكرية العراقية بهذه الأحكام الجائرة الحقيقة في هذه الحلقة سنستكمل إن شاء الله في الحلقة الأخيرة سنستكمل الحديث عن هذا الموضوع هناك حكم آخر في ملف ما يسمى بقضية الأهوار وهناك الوصية التي كتبها وسلمها المحامي الأستاذ سليمان الجبوري أهلاً ومرحباً بكم سنستاذ سليمان في حلقة جديدة برنامج شاهدوا شواهدوا الحلقة الأخيرة مع الأسف الشديد يعني أنا أعرف أنه هناك حديث كثيرة لكن نحن ضغطنا هذا الموضوع لكي نتحدث عن شخصية وطنية عراقية عسكرية تستحق مننا نتوقف عندها نعطيها جزء من حق علينا كعراقية في الحلقات السابقة كنا نتحدث عن ملفات كثيرة جئنا على حديث عن الأنفال وحلبشة وهذه الأحكام التي أخذ بها وقضية أحداث الواحد تسعين اليوم نتحدث عن قضية الأهوار ما قضية الأهوار هذه والتي حضرتك أيضاً ترافعت عنه وكنت وكيلة في المحكمة نعم كيف شكلت هذه المحكمة لماذا قضية الأهوار وما علاقتها بقضية الأهوار نعم ملف قضية تشريف الأهوار يستدعي الحديث أنه له يعني خلفيات منذ التسعينيات القرن الماضي نعم حركته الدوائر البريطانية والإيرانية ودول الاستعمارية أيضاً معد بسبقاً نعم هناك البارونا البريطانية إيميا نيكلسون نعم هي اللي كانت تتولى هذا الملف من هذه البارونا هذه؟ هذه إمرأة بريطانية نعم لديها تحت مظلة تخفية تحت مظلة حقوق الإنسان والدفاع عن المتضرري من الأهوار وكانت تدخل العراق عن طريق إيران ولها علاقات قوية جداً في البرلمان الأوروبي وفي مجلس العمو البريطاني بالدفاع عن الإيرانيين نعم النظام الإيراني وكانت تتجول بصورة غير مشروعة في الأهوار ومثل ما يقول كانت تشايلة هذا الأمر على رأسها يعني يعني هذا قبل الاحتلال نعم هي ليست بخبيرة نعم ولا لها أي معرفة بالبيئة والثروة السمكية منذ عام 91 نعم كانت تدخل يعني 91-92 موضوع الأهوار يعني لها وجوانبين جانب اقتصادي اجتماعي وجانب عسكري الجانب اجتماعي حسب طبعاً الرئيس صدام حسين أمر بتشكيل لجنة لدراسة واقع حال الأهوار من عدة وزارات يعني بما موجود من نخب وكفاءات وعقول علمية مبدعة وخلاقة في يعني العراق العظيم هذا من وزارة الرأي ومن وزارة الإسكان ومن وزارة الداخلية أو عدة الدراسة وبالمناسبة الفريق سلطان هاشم كان من عام 90 إلى عام 95 هو معاون رئيس اركان الجيش للحركات للعمليات العفون يعني بصفة مستشار لغيس اركان الجيش فدعي إلى اجتباع وحضر الاجتماع ونوقش كيف تأمين الحماية العسكرية للجهد الهندسي ما هو المطلوب يعني ماذا يعملون بالأهوار بالضبط لأن الجهد الهندسي عندما قام بتنفيذ الدراسة على أرض الواقع في الأهوار بإيجاد قرى وأراضي زراعية خصبة يعني الأراضي البور تحويلها إلى أراضي بها خصوبة وتوطين الناس وفتح مدارس وشق طرق هذا من جانب اجتماعي وإنساني وتجميع الناس في القرى حتى يتم السيطرة عليهم ويتم يعني كثير من الأمر إذا كان هناك محاومية وتوفير تقديم خدمات لهم تقديم خدمات مختلفة لهم تركيز خدمات لهم ويذكر العراقيين الثلاجة الغازية والتلفزيون على البطارية اللي كان يقدم يعني اجتفاق مع الشركات لشراء هذه الأجهزة للمواطنين نعم وتم تأمينها لهم وتوجيع عليهم مجانا من قبل الدولة فتعرضوا الوزارة الإسكان التعمير وزارة الراي المنتسبين المهندسين الموظفين إلى يعني الاختطاف والقتل وتم استخدام أسلح متوسطة وثقيلة ومدافع وقبعي في الأرج بي جي سفن كان الهوربي خارجين عن القانون الكثير وأمير الأهوار كما يسمى بأمير الأهوار ميليشيات نعم ومرتبطين بإيران وكلهم يعني غالبية منهم جنود هاربين خارجين عن العدالة جانب العسكري هناك يعني عبق خمسة كلمة تم يعني تطهيرها وتشفيف هذه المنطقة التي تأدي يعني الدخول والخروج منها إلى إيران وبالعكس فهذا كان واجب الجيش يعني قطع الطريق على من يدخلون من إيران إلى داخل الإيران المتسللين المخربين نعم هذا اللي كان فالرجل يأخذ الموقف كمستشار من قادة الفيالق مثلا كان بين هي محصورة بين الفيلق الثالث والفيلق الرابع نعم بين البصرة وبين العمارة العمارة وينقل الجراسة والرأي إلى رئيس أركان الجيش الرأي معاون رئيس أركان الجيش شؤون العمليات غير ملزم القرار هو قرار الرئيس أركان الجيش الدراسة موجودة وتم مناقشة يعني علي حسن المجيد كوزير حكم محلي في وقته ووزير دفاع يعني تنقل بين وظائف خلال فترة تشفيف الأهوار فأرجع أعود إلى إيمان نيكلسون البارونة البريطانية هذه بعد ما الأمور استتبت تم انتدابها مستشارا للمالكي أرسل عليها وكرمها وانطوها نوطة الاستحقاق وبعد 2003 نعم تخلت المفارقة أنها تخلت عن تشفيف الأهوار ودخلت مع شركة بريطانية شركة إماراتية يقودها يعني شخص من آل جعفر شقيق جعفر رضياء جعفر اللي كان بالطاقة الذرية ولغرض التنقيب عن النفط والمعادن في الأهوار وتخلت عن فكرة العمل الإنساني والدفاع عن المظلومات يعني الناس اللي بالأهوار وهي كانت تسعى لإبقاء الناس على جهلهم يعني هذا يشكل إهانة لسكان الأهوار عندما تقيم على حالم ونحن بالقرن العشرين كنا الناس في تطور وهذه تريد أن تعيدهم للتاريخ للحضارة يعني كالديكور وكالتراث وفلكلور هكذا كانت مهتمة بريطانيا بأهوار العراق وبسكان أهوار البدائيين يريدون أن يبقى على حالها وهي ليست إلا فرية وكذبة لشيطنة النظام الوطني العراقي لكي تتحول بعد الاحتلال إلى عام 2006 المستشار للمالكي ثم إلى مدافع عن الإيرانيين من 1991 إلى حد الآن وهذه الشركة التي عملت بها لتنقيب عن نفط استثمرت بها في يعني أراضي أو ماكن وتخلت عن الفكرة الكاذبة بدفاع عن بالتالي هي عملت على تسفيف الأهوار بالضبط والآن لو نعود إلى الأهوار وضعوا حال الأهوار الأفيون والحشيش والمخدرات والقنب وأنواع المخدرات والحشيش يزرع و يعني موجود بها كثير من المعسكرات الإيرانية لتدريب ميليشيات يعني هذا الأمر أنا أعرف يتابعته يعني 2006 كانت ردنا معلومات وهذا وصل من جيانا بالأمريكا أيضا يعني أنتم ماذا فعلتم بالعراق كنا نحكي معهم بالمناسبة السفارة الأمريكية كان هناك الرئيس أركان السفارة الأمريكية جنرال كان يأتي يلتقي بنا كنا نتحدث معه بأمور مختلفة يعني أنتم ماذا فعلتم بالعراق هذا الديمقراطية اللي جيتم للعراقيين كيف وصل الحال بنا ماذا كان يقول هي والناس يعني يقولوا نحنا جينا عسكريين يتنصلون بإجابة يعني يتهربون من الإجابة الحقيقية والمسؤولية يقولوا نحنا عسكريين وسنغادر يعني ما لنعلاقة بالسياسة سؤالك سياسي ويحتاج إلى جواب من سياسي إضافة إلى مسؤولة البعثة الأمريكية كانت مبثلة كانت أيضا تأتي للقاء بنا مهما توام سياسي يلبسوها لعسكريين عراقيين وحكموهم بالعدام نفسهم الأمريكان كيف هذا هم يقول نحنا نساعد الشعب العراقي لأن في عملية تحرير العراق ما يسمى بعملية تحرير العراق للوقوف على قدميه وترشيخ الديمقراطية وهذه الديمقراطية واضح نعم فبعد أول تحقيق أنا ما كانت موجود بالألفين وخمسة نعم أجري مع بالمناسبة كان هناك محامين نعم هذه الكفاتة مهمة أنا لم أكن في ذاكرة لا طهشي رمضان ولا كل المحتقلين العراقيين لا في بالي ولا في بالهم كان هناك محامين انتدبتهم نقابة المحامين كتب من قبل المحكمة عن طريق الجانب الأمريكي خاطبوا نقابة المحامين كان في وقت المرحوم ماذا من ملع له صديق من الله يرحمه وبعد ضياء الآن نقيب المحامين الحالي باستاذ ضياء السعدي نعم كما الحمدون ملع له أيضا بعده تم ترشيح محامين هم قبل أنه يأتون كمنتدبين لم يكن هناك محامين أصليين ومحامين موظفين محامين موظفين لم يكنوا موجودين لكن المحكمة انتبهت وتداركت قضية الدجيال عندما المحامين قاموا يستحبون احتجاجا على الممارسات والإجراءات الغير شرعية يدخلون المحامين المنتدبين يغطون كذا فالمحامين المنتدبين عن طريق نقابة المحامين تستطيع أن تقول جميع المحامين كانوا منتدبين الذين دخلوا بالدفاع فالفريق سلطان هاشم رحمه الله كان لديه محامي المحامي وآخرين أيضا كان لهم محامين قبل ما تستلمت قبل من 2004 إلى 2005 من 2005 هناك إفادة للفريق سلطان هاشم حضر معه محامي هذا المحامي وغيرهم المحامين لغروف أمنية وخوفا على حياتهم غادروا المحاكمة إلى غير رجعة نعم اختفوا عن ناس راحة المصر ناس راحة الإمارات ناس راحة السورية زين يعني بقيت القلة القليلة من بقية قاد يكون اغتيل أو جريح واللي جريح قسم ما أعتقد واحد أو من الواحد واحد شخص واحد واصل واللي الباقية اللي جريحوا غادروا طيب في قضية في قضية الأهوار تحقيق بعشرة عشرة ثمانية عشرة واحد آآ آآ ألفين وثمانية آآ حضرنا تحقيق معه تحقيق نعم للأمانة التاريخية يعني للأمانة والتاريخ يعني يجب أن أكون تمتع إن شاء الله بمصداقية إن شاء الله لم أأتي على ذكر الدكتور آآ عبدالستار سالم الكوبيشي نعم عبدالستار سالم الكوبيشي كان نائب مدعي عام و كان ديوان الرئاسة عمل أيضا باللجنة القانونية من البداية كان مع ذلك المحامين وعن سلطان هاشم نعم فريق سلطان هاشم رحمه الله واستمر الرجل إلى أن اعتقله وسجنه شهر يعني عملية مكيدة مدبرة لإبعاده نعم وراح الرجل يعني إلى غير رجعه وتوفاه الله نعم الله رحمه الله فعد ما سؤل هنا بالإفادة سلطان هاشم بهذا التاريخ 2008 كنت أنت حاضر أنا لم أكن حاضر كان عبدالستار نعم دكتور عبدالستار نعم الإفادة من محامي قال المحامي دكتور عبدالستار الكويسي والمحامي سليمان الجبوري نعم زين يعني أنا لا أريد أن أغمط حق الرجل تعاوننا بسراء وضراء نعم تحدثت عن هذا الموضوع حضرتك نعم يعني حتى أذكر أنه عندما التقينا وحكم الإعدام أخذ يبكي وغادر يعني قلبه رقيق نعم نعم فورا هذه طبعا أكثر متهمين وحيلوا بقضية الكرد الفيلية وقضية تشفيف الأهوار يعني قضية تشفيف الأهوار إذن بدت التحقيق كان الثلاثة والثلاثة فيه متهم بالأهوار كان دكتور عبدالستار الكويسي الله يرحمه نعم هو الحاضر فهو قال له حامي حضر وتثبتت هذه ومشت المحاكمات وبنهاية صدر عليه حكم أنت محذرت لا لا ما هذا اللحظ لا دكتور عبدالستار هاي مرحلة التحقيق أحشي لك نعم أما مرحلة المحاكمة نعم الملفات تكون بين أيدينا ملف المحاكمة نأخذ القرص ونحوله ونفرغه على ورق وأذهب به بشكل خارجي عن المحكمة إلى كامبغ روبر ألتقي بالمعتقلين وأسلمهم الملفات هكذا يعني بعد ما أكد الحضرتك بعد ما سحبوا الأمريكان وسلموا الملف العراقيين وضعنا كل جضعات يعني لم تحضر المحكمة للدفاع عنها لم تستطعك بالأهوار نعم لا لا إذن إفادتك أو دفاعك كيف أقدم أنا قلت الحضرتك إنيال بين المكتب الدفاع داخل المحكمة أرسلوا للمحامين الموظفين من الذي سيكون في مكاني إذا أنا ما حضرت يأتون بمحامي يتوكل عن اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا كانوا فوق يعني أكثر من خمسين واحد والمحامين كلهم عشرة إلى خمسة عشر موظف يتم توزيعهم وربما لا يقرأ حتى أخي أخي العزيز دفاع ليس هذا بالمفارقات هناك محامي مزور خريج كلية القانون جامعة البصرة اكتشفه عارف عبد الرزاق الشاهين رئيس المحكمة عندما سأله بأي عام تخرج قال له تخرجته عام ستة وسبعين هذا عام خمسة وسبعين أو ستة وسبعين قال له ما كانت كل يتقنوا في جامعة البصرة أنا خريجي البصرة هذا طبعا هذا كان محكوم بالإعدام عارف عبد الرزاق الشاهين أول رئيس محكمة وكان في سوريا إجيز صار رئيس المحكمة تصور يعني الخصوم هو رئيس الهيئة التميزية مزين فهذا المحامي قرأ ورقة واحدة عن الرئيس ورقة صفحة هذا الدفاع ما لديه على الرئيس صدام حسين نعم هذه من المفارقات الطريق الدجال أما القضايا الأخرى أرشي في المحكمة كل القضايا موجود به دفاع المحامين الأصليين ودفاع المحامين المنتدبين نحنا مقبل المنتدبين المعينين المعين غير شرعي أنا أقول له غير شرعي يعني خلي هو جزء من المحكمة خليوا يعني يسامحوني ويسعون صدرهم علي أنا لا أستطيع خالف الحقيقة وجانب الحقيقة أنا أعتز بهم وبيني وبينهم علاقات لكن هذه الحقيقة لو كانوا منتدبين كما انتدبوا أول بدايات التحقيق من 2004 تموز من نقابة المحامين هذا منتدب ينطون أجور نعم يخصص له أجور أما إذا كان موظف براتب كان يتقاض راتب شهري موظف هذا موظف إذن هذه الموظفين المحكمة وقانون المحكمة شوف هذه الثغرات الموجودة هناك عشرات الثغرات وجدناها وكنا نعطيها لمنظمة تهيوم الرئيس وقضية التجيل وقضية الأنفال وكانوا يثبتوها وكتبوا تقارير خطيرة جدا أدانوا بها الأداء المحكمة والقضاءات وكل شيء والأحكام من ناحية الشكل والموضوع منظم تلعب الدولية صليب الأحمر ومنظمات كثيرة مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص لحقوق الإنسان في آن ذاك نعم وبالتالي صدر الحكم وانتم لن تكونوا حاظرين 15 سنة بالتالي صدر الحكم احنا كنا نتواصلين معهم بشكل ليلة 2011 عن طريق الأمريكان بكمبغروبر كنا نواجههم ما عدنا مشكلة نواجههم نعم وهم بقينا كم واحد يعني واجهوهم بالمعتقل لكن لا تستطيعون نحضروا للمحكمة لأنه آخر شيء يعني منعونا يعني نعم الدخول صعب جدا طيب الحكم هذا لأي سبب شنو سبب الحكم يعني ما هي التهمة 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 أنه قتل هذول المجرمين اللي كانوا يطلعون يصدون للجنود المجازين والضباط ويأخذون منهم الرواتب إذا تذكر العراقين يذكرون الأجيال القادمة ما تعرف هذه المسألة زين ظلي للعراقيون بعد 2003 زين وعلى مدى 17 سنة الآلة الإعلامية المجرمة بكل حقدها وكراهيتها زين للعراق والشعب العراقي حاولت تقسل أدمغة العراقيين خاصة الجيل الجديد يعني ما بعد 2003 اللي ولد عمره 17 سنة واللي كان عمره 6 سنين ودخل الاحتلال 2003 وصار عمره 23 سنة فمن يشاهد المحاكمات ومن يقرأ وعبر وسائل الإعلام وهذا الناعق وذاك الناعق من هذه الدولة وتلك الدولة وإيماني كلسون البارونة يتصورون أنه يعني نظام الوطن العراقي ألحق ظلم بهذه الناس فعلى أساس أنه سلطان هاشم نعم أعد خطة أو شارك أو قدم استشارة يعني لتشفيف الأهوار ولقتل العصابات الإجرامية اللي كانت موجودة يعني صار استدامات بين الجيش وبينهم وطائرات ووقع أو طائرات لأن أسلحة يعني إشراف إيراني الإيرانيين يشرفون عليهم ضباط من الحرسة الثورة الإيرانية والإطلاعات الإيرانية يعني الاستخبارات ويصولون نجولهم كانوا مزين وهم أساسا قسم منهم عسكريين يعني مدربين على السلاح يعني بالتالي التهمة لأنه قاتل الإيرانيين اللي يدي دخلون بضبط جيش قاتل الإيرانيين اللي يدي دخلون للعراق من الكفر واللي قد يؤدي إلى الإعدام إذا تتحدث بالمحكمة أمام القاضي أو بلائحة كمتهم وكمحامي إذا تقول العدو الإيراني والعدو الفالس المجوسي يصوروها عليهم عقائديا طائفيا مرتبطين القسم البعض منهم وليس الوطنيين يعني أهلنا في جنوب العراق زين من الناس الوطنيين اللي ما يحملون عقيدة طائفية وصخة زين هذولا مستثنين أهلنا وأخوتنا يعني إخواننا أو شركانا بالوطن لكن ذولا من تتحدث يعني أدروا لك أوريلك مثل أستاذ عبدالغني عبدالغفور أبو عادل الله يفوك أشره رجل محكم بالإعدام مرتين قضية الأحزاب الدينية وقضية أخرى هذا الرجل اللائح ما لأني طبعته أربعين صفحة عنده إصرار أن يثبت للتاريخ وأمام الرأي العام وأمام أولاده أو أمام أحفاده موقفه موقفه من العدو الفارس المجلسي نعم فكان يكتب لها العبارة القاضي محمد العريبي أرسل علي مرة مرتلسة قل لي قل له خلي شيء على العبارة والله أربع مرات أرفع على العبارة ويرجع يرجع قالي لا أمام أقبال تخليها نعم حكم بالإعدام بينما آخرين كان شوية مرون عندهم وقدموا اعتذار زين رفعت في المناسبة سلطان هاشم أرسل علي المدعي العام أنا والزميل فراس صابر الدوري ومعه مدعي عام ومعه مدعي عام آخر قال بلغوا بوكليكم سلطان هاشم وصابر الدوري أن يحسدرون للشعب العراقي ولا يحتشون يدخلون يدافعون عن النظام يصير موضوع يخصوا يتحدث ما يصير موضوع ما يخصوا لا يطلق يتحدث يقعد ومقابل هذا مقابل حتى لا يحكم الإعدام عندهم صلاحية يطالبون بأنهم يعني مدى الحياة أنا حدثتك عن موضوع مدى الحياة والمؤبد الفرق نعم فقلت الفريق سلطان المدى الحياة في العراق كانت المؤبد عشرين سنة عشرين سنة بقانون العقوبات العراقي وظافهما مدى الحياة المدى المؤبد عشرين سنة ويطلع نعم يعني كل أحوال أما مدى الحياة فتستمر إلى يوم يبعثون يظل طول عمره إلى يدفوها الله زين يعني مواضعين يعني شغلات واضحة إبادتهم وإنهم يعني معدن مسبقا نعم هي محاكمة الشعب محاكمة جيش لهذا الشعب فكنت تبلغون سلطان هاشم فبلغت أنا ما قبل قال ما عندي شيء أعتذر علي أنا وأني ما سويش شيء خطأ أنا رجل أنفذ أو أمر وقمت واجبي بكل شرف وأمانة وإخلاص وخافلت على شرف العسكرية وعلى شرف جنودي وقمت بما يملي عليها ضميري نعم أنا ما أريد أسقط الجيش العراقي عندما أعترف أقول أنا ارتكبت هذا وريد ويتنعكسها على الجيش والله العظيم أستاذ سليمان نتوقف عند فاصل هو الفاصل الأخير ربما ونستكمل حديثنا هذا إن شاء الله إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأرتقيكم في الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة برنامج شاهد وشواهد ومشوارنا مع المحامي الأستاذ سليمان الجبوري أهلا ومرحبا بكم أستاذ سليمان مرة أخرى في هذا الجزء سنذهب مباشرة إلى وصية المرحوم الفريق أول الركون سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي قبل الاحتلال عام 2003 كتب وصية حضرتك تحدثت عنها بسبعين صفحة أنا استغربت عندما سمعت سبعين صفحة هذه مذكرات وسلمها لحضرتك وأنت بلغت فيها أهلا ما مضمون هذه الوصية هذه الكبيرة اللي كتبها ومتى كتبها هذه وسلمها لك متى يعني كانت بالضبط هي مؤرخة نعم في خمسة يعني عشرة ألفين وسبعة عندما بلغ بتنفيذ حكم الإعدام نعم على أساس اليوم الثاني نعم يتم إعدام تنفيذها يقول لي يعني أريدك أن تحضر معايا في الإعدام مالإعلام قلت له أنا حاضر إن شاء الله عدك أن أحضر الوصية السبعين صفحة وكيف وجدته ويعني استعد للإعدام كان يعني هو رجل مؤمن بقضاء الله متماسك وراب العسكريين عندهم يعني كاريزما وعندهم صفات يعني قوية بشخصيتهم هو لم يكن يعلم أنه الحكم قد ألغيه أو أجل إحنا ماضين نعم متفقين ماضين على أنا خبرت حتى أهله قلت له محفروا قبر نعم رغلوا يعني رغم ما هو نفس القبر اللي دفنه فيه يعني بعد وفاته في الساطة عشر سابعة عشر عشر يعني هيا أمورنا أنا خبرت ابن عمه نعم شقيق زوجته الله يرحمها الحديث يعني شيء مؤلم الناس نكبوا نكبات كثيرة يعني نكب بابنه أحمد البكر ولم يبلغوه بوفاته إلا أن توفى ولا يعلم ابنه البكر توفى في دمشق بحادث سيارة حادث بين طرقوس وبين لم يبلغوا بوفاته لم يبلغوا بوفاته حادث سيارة استقامة أو انقلاب سيارة هكذا وشقيقه عبدالله رحمه الله الذي أوصاه وكتب له الوصية نعم الوصية موجهة إلى عبدالله أبو معن رحمه الله أيضا لم يعرف لكن وزوجته زوجته عرف بها لماذا لماذا لأنها كانت كل شهرين بمشقة بالغة تذهب إلى الناصرية تذهب لو أتيح لي الوقت لحدثتك عن المعاناة والألم لا شيء لا يصدق هذا سجن الحوت في الناصرية وما أدراك ما سجن الحوت أنا كتبت بحث عن الممارسات اللا إنسانية التعسفية بحق الأسرة والمتقلين والسجناء يعني طلعت على هذا السجن زائرة أنا لم أزور السجن كامبو جروبر كنت أذهب إلى سجن الكاظمية يسمى الحماية القصوى نعم وحقيقة يعني كان هناك مدير السجن إنسان محترم جدا نعم والله يعني اسمه عادل قمر هكذا اسمه في أي سجن سجن الكاظمية نعم شعب الخامسة ما يسمى في الشعب الخامسة كل أسبوع يوم أربعة أواجهة داخل القفص يخلونا نعم وكل واحد يجيب كرسي معاه ويقعد ضبط أبو استخداراتي قاعد معنا وكل ما نتبادل ورقة يأخذ الورقة مننا أي ورقة نتبادلة يوديها للمدير أو الاستخبارات يدققوها ثم يعيدوها لنا هكذا كان أما بالناصرية كنت من خلال أتابع شؤونهم لدينا يعني أصدقاء في الناصرية من أحل الناصرية الشرفاء الوطنيين ينقلون كل ما يدور في سجن الناصرية حقيقة وكل ما تطلع إشاعة كانت عن وفاته أنا أتصل وأجيب الخرر أنا كنت أنفي دائما أنفي لكن هذه المرة لا أصدق بالمناسبة هو توفى بالسجن من المستوصف لم ينقل يعني هذا ذكر خبر أنه هما في طريقهم إلى المستشفى توفى أكفرين حتى طارق عزيزي توفى بالمستشفى يعني أنا لو كان هناك وقت أذكر لك اللي توفى محكومين بالإعدام توفى محكومين بالحياة توفى يعني لنعود إلى الوصية نعم نعود إلى الوصية فكتب الوصية 70 صفحة في عام 2007 2007 5 مزين لم تسمع أنه عدل الوصية بعد كل هذه السنوات لا هي مكتوبة ظلت عندي الوصية لأنه أرجع الحكم قلت له إن شاء الله ما يصيبك إلى الخير عندما ودعته لم تبلغ بها أحد لا عائلته ولا يعني بقت عندي قلت إن شاء الله الله يفرج عليه نعم وعيده اللي هو زين أنا أيضا يعني الوصية أيضا أوصاني متى بلغت بها أيضا وراء يمكن شهرين أو أكثر من شهرين أكثر يعني ما يحضرني بالضبط تعرف هذا الآن من كتابتها نعم وراء الشهرين من كتابتها بلغت بها نعم قال لي أنطيهم إياه الوصية رجع أكد عليها أكد عليها قال لي سلمهم إياه فسلمت من الوصية وقعت عليها صفحة صفحة يعني للتوثيق كاتب زوجته الأشقاء الأشقاء الأولاد وكل واحد كاتب له وما شقاء ثلاثة لشقاء ثلاثة المرحوم عبد الله وسعد الله والله يطول عمره وفواز ولي زوجته الله يرحمه أم أحمد ولا ابنه البكر أحمد الله يرحمه ولأبناءه ولدي عشرة أبناء ثمانية أو بنين وابنتين نعم نعم وإلى أبناء عموته وإلى أقاربه وكل وحدة بتوقيعه وخطه ومؤرخة كل واحد يحشيله شيء وغالبية الأمور يعني مو عادية لكن يوصيهم بالصبار يوصيهم بالصلاة يوصيهم برباطة الجيش يوصيهم بالتعامل بالحسنة مع بيناتهم يظلون متماسكين يعني هم آل أم أحمد يعني أهل سلطان هاشم وهو وأخوته وعائلته علاقة 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 متميزة علاقة صداقة بيناتهم يعني نادرة زين بعدين الناس العشيرة ما لهم كلها ثقلها عليهم هو الرجل يسأل على كل العشيرة أخواته يعني خالاته عماته وبنات خاله وبنات خالته الضعفاء الكذا يسأل من خلال أخوته يقدم كل ما يستطيع فيوصيهم يقول لهم يستمروا على هذا الأمر أوصيكم بالزكاة وبالصدقات والله أوصى بالأقربون نعم أوصيكم بالأقربون كما يعني يوصيهم عن هذه القضايا الشخصية أشيلك أنه هذا الجامع اللي بنى زين هو من نفقته ماله الخاص بنى جامع في الموصل نعم نعم قال أنا يعني والله حلف يبين قال أنا ما كلت مال حرام ويحشيهم أيضا يقول الأولاد ويقول لهم أنه أنا ما دخلت في جوفكم وجوفي مال حرام زين وكان بار مع أهله وأمه وأبو وجده يعني علاقة بين ثف أجيال الجد والأب والأبناء والأحفاد حتى يقول أربع أجيال هو هكذا كان الرجل ويقضي حوائج الناس وكان بسيط ومتواضع جدا بحيث يستقبل الناس يعني جندي يستقبلوا ويخرج معا إلى باب الدار ما كان عنده الكبير أو يعني مرتبة وقيادة وقال هو الرجل أنا ما كذبت لا على القادة والآمرين اللي كنت أنا أشتغل بمعايتهم بأمرتهم ولا القادة يعني الآمرين اللي كانوا يشتغلون وياها هذا هو الموضوع فقلم على الجامع أنه تحاولون تستمرون لأن هذا الله سبحانه وتعالى سخرنا إلى أن نبني كامل جامع بعدها ما كامل 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 قلم تستمرون يعني مثل السابق والصدقات كذا الأمور تديمون الأمور لأن نكسب دعوات الناس بعد ما ماتنا وهذا بي يعني خير وجزاء طلب أيضا أن يحججون الله يرحمه أم أحمد زوجته يأخذوا له للحجج قال إما أولادي أو أخوتي أو أحد وأوصيك من تحجولي يعني تحاولون أم أنتو أخوتي أو زوجتي هي تحجلي بعد ما تحج أو أبنائي زينان هذه كانت أمنيتي ولكنه تعرفون الظروف والحصار والقوانين من الصعب جدا للعسكريين أن كانوا يطلعون وإحنا في ظروف هذا اللي جروا واللي صار هذا يعني جانب الجانب الآخر أنا حكيت عن الأمانات 13 ألف دولار و 500 نسرية وزر كانت عنده نعم يعني وضع حبيته موجودة كانت إيه وياها أخذها كانت عرفه عدد من سحبه والأمور اختلفت نعم قال سلموها يعني وجعوها على وجه الشرعي اسألوا رجل دين ووجعوها بهذه الطريقة هناك أيضا العبود قنبر اللي كان هو قاعد خطة فرض القانون خمس ملايين دينار زين أيضا مصروفه من من ودوا لياها قلت له والله أنا ما قدر أروح عليه وقل له من من هاي منه صار في اليار من الرئيس ما قدر يوصل لي من ديوان الرئاسة الرئيس مخصصة نعم هذا عبود قنبر نفسه اللي استغمع المالكي قلت له أحمد أخي العزيز عبود قنبر المالكي هو نفسه نعم قال ابو جزير تفيلكة نعم أخي ليش ما حاكموا لهذا ليش ما حكم كثيرين ضباط أعضاء بالبرلمان زين قال ضباط صار أعضاء بالبرلمان وراء الاحتلال ما تم محاكمة من تقفاه الله ومن نوجود لحد الآن زين نحن لن نريد أن يعني نعمل وشايا لما ذكرت لك عن المستشارين نعم كيف تم الإعفان عنهم وهذا قرار حكيم للقيادة الكردية نعم لكن كان لجب يتعمم على كل عفى الله عما سلف نعم وطوون هاي الصفحة على الكل لماذا سلطان هاشم وصابر الدوري وأياد فتايا حراوي وحسين رشيد وشفيان مهر الغديري وقال العسكريين زين يتم محاكمتهم حاكموا وجيش العراقي نعم فكان عدم عدالة نعم موضوع آخر هو صحي جدا هو حساس بالوصية قل له أنا يعني ما تركت لكم شي زين يعني تستحون منه نعم كل ما مسيرة حياتي يرفع راسكم زين فحافظوا على هذا الأمور يعني أنا أقدر نقاط نعم يتحدث يقول أنا ما كان عندي صلاحية لا أنا ولا رئيس أركان رئيس أركان الجيش كوزير دفاعاني ما ليسلطة يعني ما أقدر أحرك فصيل من مكان إلى آخر هاي تحدث في المعارك 2003 مع نعم 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 يعني حتى قبل آل 2003 يعني ما يقدر يعني كوزير دفاعي يقول أنا فصيل ما أقدر أحرك هاي الأمور كل ما يبيد القيادات الأربعة شكلت أيضا قيادات يعني أثناء 91 شكلت قيادات وقبل آل 2003 شكلت قيادات تم عادته من القادة الحجمين سيد نائب رئيس منسقات الثورة نعم نعب أمين سل القطر سيد عزيز الدوري استلم يعني منطقة شمالية نعم وزعها القواطع وزعها القواطع الآخرين فيقول نحن ما كان ندور يعني إذا سمحت أقرأ لك نص يعني استرسال شوية هاي ما أتحدث بيها لم تكن لي صلاحية ودوائر وكذلك دوائر رئيس كان الجيش بحركة فصيل لأن ذلك كان من مسؤولية القيادات الأربعة من حيث الموارد وإدارة المعارك الحرس الجمهوري والحرس الخاص لا أعلم عنهم أي شيء لا بل لا أعرف طبعا هاي أول مرة ويشير بيها يقول أنا ما كانت تحدثت نهائيا ولا لعائلتي ولا لأخوتي ولا لكل أحد نعم لكن الآن أنا رايح إلى واجه ربي راح أتحدث يعني يكشف حقائق وإسرار التاريخ لا بل لا أعرف الكثير من قادة الفيالق والفرق يقول لا أعلم أي شيء نعم لا أعلم أي شيء عن خطة أمم بغداد ولا ما أكون عضواً فيها ولا مشارك بأي اجتماع يخص موضوع خطة أمم بغداد يقول قبل ثلاثة أشهر من العدوان تحدث القاعدة العام حول العدوان المحتمل وقال أن العدوان سيتحطم على أسوار بغداد فأعزت فوراً إلى رئاسة الأركان والعمليات بأن يعدوا خطة متكاملة للتحصين بغداد وتهيئتها للصمود وبعد مناقشتها رفعناها إلى القاعدة العام لإسرار الموافقة عليها وتحديد موعد التنفيذ والمباشرة بالعمل تأخرت الخطة ولم يتخل بها قرار وبعد فترة راجعت عليها ولم تحصل موافقة لأنه كان فيها تخريبات كثيرة كبيرة على الطرق والجسور والقناطر وحفر القنادق ضد الدبابات ومعرقلات ضد الأشخاص وحقول للغام شائكة متعاقبة قال القائد قائد العام طبعاً هو يتحدث كجندي عسكري عد قائد عام قائد المسلحة ما يتحدث كمثلاً عضو حزبي أو بصفة صفة عسكرية فيخاطب الأعلى منه اللي هو القائد العام قائد المسلحة السيد الرئيس القائد يقول أنا عندما أقول هذا تخريب لما بنيناه وسجل لأهالي بغداد يعني ما راد أنه كل هذا البنيناه يتم تدميره طبعاً هذا يدل على أنه ما كان فكرة أنه العراق راح يصل إلى هذه المرحلة وراح يتم اشتياحه وإنهاء النظام يعني كان حاشبين قاله 15 يوم كما حصل عام 1991 وتنتهي الأمور يقول عند بدء العدوان ودخول المعتدين راجعت عليها وحصلت الموافقة الخطة مالو وما أن عدت إلى مقري في وزارة الدفاع حتى تصلوا بي وأخبروني بإلغاء الموافقة ألغوها مرة أخرى كانت خطة متكاملة تؤمن الدفاع عن بغداد وتكبد العدو خسائر كبيرة جداً عندما يريد احتلالها زيان وإحنا استفادين عندنا خبرة من حرب ثمان سنوات مع إيران وحرب الواحد وتسعين يعني بالواحد وتسعين العراقيين الله يفك أسروا الآن مصاب يعني غير مبصر قيس الأعظمي قوات حمورابي يعني حر الجمهوري ودبابات حاصروا القوات الأمريكية وألحقوا بها ظهروا أسروا وقتلوا ولا للسبب يعني إدارة بوش طلبت من الرئيس غير مباشوف أن يطلب من القيادة العراقية ويدخل للتوسط لفك الاشتباك من طرف واحد ووقف طلاق النار وهددوا وقالوا حتى هاي باكره هنا الفريق سلطان نعم هددوا إذا ما يتم بوقف طلاق النار وفك الاشتباك سوف نتركوا بقنابل نووية يعني محدودة وفعلا ضربوها في بغداد نعم وبالمطار نعم بعارك المطار نعم هذا اللي يعني يحضرني يقول أيضا مراسيم الفاتحة مختصرة وغير مبالغ فيها بسبب أوضاع البلد وظروف الأمنية يخاف على الناس إذا ما صار لأنه في ذهنه واشيء موجود دين وهذا أرجو إدامة العلاقة مع الأخ الشهم المحامي سليمان الجهور يا بويثار الذي أدى دوره بكل أمانة وإشرف وإخلاص وقالت الله يرحمه كانت مدينة يعني ستة دنانير في السبعينات أو في السبعينات أو السبعينات من القرن الماضي حول لشخص كان يعمل يسموها الموصل المؤونة المونة يمونون من الحنطة فهذه الحنطة تتحول إلى برغل وحبي وجري وكذا وكذا ومشتقات الحنطة فطلب أنه أمه قايلت له الله يرحمه قايلت له يعني حاولت برون ذنبتي طلبت له ست دنانير إلى ابن أسوفي فقال بحثوا عن ابن أسوفي إذا موجود وإذا موجود عن وراثته وإذا ما لقيتهم يعني قيموها بالدولار بناك الوقت أو بالدينار ووزعوها على روح الرجل هذا مسيحي طبعا بيت أسوفي ما زالت لا توفت أمه يعني من زمان كانت متوفية نعم يعني علاقات طيبة تعملون مع الأهل والأقارب والبر بهم حسب إمكانياتكم سباقين إلى الخير حرصت أن أمر لكم المعيشة المناسبة الشريفة تحدث عن الجيش العراقي تحدث عن ذكرهم طبعا يقول خدمت بلدي وجيشي وقديت واجبي كل أمانة وإخلاص لم أكذب على الآملين والقادة في يوم من الأيام كنت حريص على واجبي ودماء جنودي وكرامتهم عندما أصبحت وزير دفاع كنت في كل مناسبة أستغل الفرصة لوضع الأمور أمام القاعدة العام حالة الجيش وظروفه ومعاناة الضباط والمراتب وأقول أن رواتب الجيش قليلة جدا إمكانياته القتالية تأثرت بسبب حرب وصبح وزير الدفاع في زمن الحصار نعم إذن كانت صعبة نعم نعم 95 2003 قلت للقيادة بأن الضباط وضباط الصف والجنود يعيشون حالة الكفاف ورواتبهم لا تكفيهم يعني بين قوصة يستجدون لكن مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية كان يقولون الوضع المالي لا يسبح على ذلك يقول واني أعلم جيدا كعسكري مدى تأثير هذه القضية على معنويات الجنود والضباط نعم يقول يعني إرادة القتالية لدى العسكري يقول انا أبراء الذمتي وتصرفت بالممكن حسب صلاحياتي المحدودة جدا لأريح ضبيري ونفسي من هذه المعاناة الكبيرة بحق هذه المؤسسة الشريفة التي أعتز بها ويعتز بها كل مواطن شريف ينتسب إليها يقول يعني الحرب الأخيرة لم يكن للدفاع وعزارة الدفاع ورئاسة الأركان دور قيادي في الحرب اختصر واجباتها على تأمين القضايا الإدارية للقطاعات والقيادات وتقديم المشهورة للقيادة ووضع الخطط البعض يؤخر بها والبعض لا تحصل موافقة زين ومقترحات وقال أنه تقسمت إلى عدة يعني قواطع أربع قواطع وهذا اللي حصل نعم كانت كما يبدو يعني وصية طويلة نعم مؤلمة في بعض الفقرات الحقيقة نعم شخصية عسكرية مهنية كان لها تاريخ وكان لها بصمة يعني في تاريخ العسكرية العراقية الجندية العراقية الحقيقة يعني كانت شخصية مؤثرة وانت كنت قريب منها ولمست هذا الموضوع ولمست هذا الشخص كم كان مهنيا كم كان صادقا يعني وضحها من أجل العراق قال لي كلمة للتاريخ نعم قد نختتم بها الحلقة الأخيرة كتامها ميزك قال رغم كل ما تحدثت لك به وما ذكرته في الوصية حول خطة وزارة الدفاع وخطة أمم يعني أمم بغداد اللي عدوها الحرش الجمهوري الخاص اللي مرتبطين بالمشرف على الحرش الجمهوري قال الأمريكان جاءوا لكي يحققوا أهدافهم وإن لم يحققوا أهدافهم سيتم استخدام الأسلحة النووية جاءوا ليسقطوا العراق وتذكر حضرتك واذكر قد ذاكر العراقية في زيارة إلى ليبيا عام 91 لدكتور سعدون حمادي رحمه الله كيف صرح أمام وسائل الإعلام أنه هددوا هددوا أمريكا هددت وصلتهم كان بوقت 91 تذكر كان رئيس مجراء نعم نعم باستخدام الأسلحة النووية نعم غرب العراق فهذا ليس بعيدا نعم صحيح يبقى الرجل يعني في ذاكرة كل عراق شريف و يعني أنا بالنسبة لي أحتفظ بذكريات لن تغادل ذاكرتي إلى أن أموت أحتفظ له يعني بالمناسبة بهذه الساعة التي أهداه له الرئيس صدام حسين رحمه الله أهداها لي لتبقى ذكرى وأنا أحتفظ بها من ذلك الوقت رحمه الله وأشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت اللي خصصت لنا يعني عاجز عن شكرك وهذه المعلومات المؤلمة والمهمة في تاريخ العراق نحن نوثق للأجيال القادمة لهذه الأجيال لكي تعرف هؤلاء الرجال الذين كانوا بعيدا عن كل طائفية بعيدا عن كل انتماءات حزبية هذا انتماءهم للوطن انتماءهم بالعراق وكيف قدموا العراق كل ما يملكون أنا أشكرك في ختام هذا المشوار اللي قضيناه سوى كنت سعيدا باللقاء بك الأستاذ المحامي سعدون الجبوري سليمان الجبوري بارك الله فيك بارك الله فيك وشكرا جزيلا وشكر موصول لكم عزيز المشاهدين كان هذا المشوار مشوار عزيز علينا استذكرنا فيه كثير وقفنا فيه في كثير من المحطات التي يجب أن يؤرخ لها يجب أن توثق وهذا ما نستطيع أن نوثق به من خلال أستاذ سليمان الجبوري أشكركم شكرا جزيلا وللتقيكم في مشاور أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة